موسيقى صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احلى اهلا ومرحبا مجددا بكم في برنامجكم صباح بكرة احلى السبت من كل اسبوع وطبعا زي ما عودناكم ان احنا بنبتدي بالاشعاعات زي ما بنقول كل مرة ان الاشعاعات بتهد دول واحنا بنبني وطالما بنبني يبقى لازم كلنا نقف مع بلدنا نبني ونقف في ظهرها عندنا من الاشعاعات النهاردة بيقولك ربض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الحارجة طبعا لما حد بيروح لاي مستشفى وفي حالة حارجة بيقوله على طول على المستشفى جميع يعني في القاهرة عندي لما سيقولك اطلع على الاصر العيني اطلع على مستشفى فهي ديت المصدر الوحيد اللي احنا بنلجأ اليه في 2019 يعني 18 مليون شخص مريض في حالة حارجة 18 مليون و700 ألف تخيلوا في 2019 يعني 18 مليون فكتير كتير قوي يعني اسألوا 18 مليون استقبلوهم ولا لا 18 مليون و700 نخلي بلنا من الاشعاعات فيه بيقولك اعتزام الحكومة الغاء دعم الخبز في يوليو 2020 طبعا الحكومة دايما بتدعم الخبز وبتقف مع المواطن اللي محتاج دعم فالحكومة بتأكد ان الخبز اللي عيش هيفضل بخمس أروش هيفضل بدعمه زي ما هو على بطاقة التموين هم طب ليه بيعملوا دا ليه بيطلعوا اشعاعات لان لما بيلقونا احنا بنتقدم لما بيلقونا بنبني في مؤسساتنا باللوجيك كده هو تلازم يهدموك بالاشاعة يكسروا نفسيتك يحسسوك ان الدولة مش وقفة معاك مع ان الدولة مننا لهم جايين من هنا ولا جايين من هنا هم مواطنين مصريين ولكنهم فدائيين مصريين جنود مصريين احنا محتاجين المية مليون مصري جنود فدائيين يوقفوا في ظهر دولتهم حتى على السوشيال ميديا وبرضو مجددا بتح كل الشباب الكبار والصغيرين اللي بيكدبوا الاشاعات في السوشيال ميديا تكديب الاشاعات بالوعي والفهم بتظهر الحقيقة بتخلي البرق وهم شغالين علينا يدوروا لهم على حاجة تاني لانه هم ما وصلوش لنا لحد دلوقتي هم بيحاولوا يوصلوا بالاشاعات في دول بمؤسستها المخابراتية بتدفع مليارات الدولارات عشان يهدموا مصر مصر الدولة الوحيدة اللي بقية في الشرق الاوسط اللي وقفة بجيشها مصر اللي جيشها اقوى جيش في الشرق الاوسط ويمكن شفتوا المناورات عشرين وعشرين شفتوا هي عملت ايه عشرين وعشرين كانت رسالة للعالم كله ان مصر قوية وان محدش هيقدر يقرب لمصر طالما وراها جيش قوي وشعب قوي واقف في ظهر جيش وقيادته لما عملوا المناورات وعملوا التدريب دوت كانت رسالة رسالة قالت لهم اوقف عندك في دولة قوية مش هتقدر ابدا انك تقرب منه وطبعا كان واضح من خلال تصرحات اللي هو بطل على الورق اردوان ليه لان قاعد يقول تصرحاته يوم سبع انا جاي وهعمل وقصص دي كلها لا مصر قوية بجيشها وشعبها حبوا انه هم يبينوا للعالم كله قدي ايه مصر قوية بقيادتها وجيشها وبأتلحتها برا وجوا وبحرا مش احنا اللي ممكن اي دولة ممكن تتعذى على سيادتنا ونسقط احنا دولة كبيرة جدا عشان كده انا بقول لكم خلي بالكم خلي بالكم لازم توقفوا في ظهر قيادتكم وفي جيشكم لان اي دولة عشان تهدمها لازم تهدم جيشها تهدم تعليمها تهدم دينها ويمكن نواضح جدا الفترة الاخيرة ديت اللي بيحصل فلازم نخلي بالنا انهم بيلعبوا على التلات حاجات دولة الدين والتعليم والجيش وعلى مر الاصور هم اشتغلوا على كده انهم يعني يحاولوا يهدموا ده وان شاء الله عمرهم يهدموا في التعليم وزير التعليم طريق شوقي الدكتور طريق شوقي الراجل بيعمل فكرة جديدة اي نعم فيه اولياء امور وفيه طلبة لسه الموضوع الجديد هو مسألة تجربية يعني السنة اللي فاتته السنة دي احنا بنجرب بنحاول يعني مثلا بيحاولوا انهم يدخلوا المنظومة دي والناس بقالها سنين وعمر العمر شغالين على نظام معايد فاستحالة بالسهولة ان هو يدغيه لكن التغيير بيبقى للافضل التغيير عشان خاطر نواكب العصر اللي احنا فيه عشان يبقى فيه تطوير معلش بيبقى فيه في الاول شوية مشاكل هتتحل هتتحل عشان كده بنقول ايه بقى لازم نقف مع الدولة وقيادة الدولة عندنا بيقولك تاني نقص الادوية بالمعهد القومي للأورا طبعا الادوية شغالة زي ما هي ما فيش اي مشكلة فيه كمان مغزون للادوية كمان المفاجأة الجميلة ان فيه تطوير في المعهد عشان يستعيب 30% كمان زيادة عايز اقول لكم ان ان شاء الله عندنا فقرتين فقرة مع الدكتورة نانيس احمد رقفة استشاري الجلدية والتجميل والليزر نتكلم في كلام جميل جدا ومعانا النائبة عدو مجلس النواب الدكتورة شادية ثابت برضو انتظرونا بعد الفاصل صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة أحلى عايزة المشاهدين رجعنا تاني مع الدكتورة نانيس احمد رقفة استشاري الجلدية والتجميل والليزر اهلا وسهلا بك يا دكتور اهلا بحضرتك صباح بكرة أحلى كنت فين يعني الناس بتسأل عليك وكتير قوي فيه نازة علانة مني عشان خاطر المفروض كنت اواصلهم بك وحضرتك كنت مسافرة خارج مصر يعني انت حضرك عارف ان يعني جنب المركز طول مصر هنا في الكويت وبعدين في البحرين يعني زيارة خليجية كده سريعية بس بارية طبعا مصر يعني ما نستغناش عنها أكيد أكيد ما نستغناش عن مصر والخبر كمان ألف مبروك للبحرين ان الدكتورة نانيسة أحمد رأفت عملت هناك كمان مركز مبروك ليكم ومبروك لينا انك موجودة معنا في مفاجأة تانية عايزين نقولها قبل ما نبتدي في الحلقة انك انت قلت ان الاستشارات في فترة وجودك كلها مجانا صحي كده؟ اه ان شاء الله في المركز اللي في 6 أكتوبر 6 أكتوبر أي طيب ده كمان خبر جميل جدا لكل محبين الدكتورة الاستشارية الدكتورة نانيس أحمد رأفت طيب ندخل على طول في الحلقة عشان انت كنت متأخرة علينا لا يا فندي الحمد لله وصمت الاول ما هي الأمراض الجلدية التي تساعد الليزر في علاجها يعني ايه الأمراض اللي هي الجلدية اللي ممكن الليزر يساعد في علاجها بس حضرك هو الليزر بيساعد في حاجات كتيرة جدا يعني وفي الجلد بقى بالذات يعني الليزر طيب مجالاته في كل البرانشز وكل الحاجات يعني تفارات لكن في الجلدية بالذات والتجميل بقى الليزر له عامل كبير جدا يعني هنبتدي من أول ايه من أول شعرنا فاروت راسنا لغاية يعني كل الجسم لغاية قدمينا كمان تجميل احنا طبعا بنعمل بيه نضارة للبشرة شد للود نضارة شد ونضارة عموما بنورد بيه شفايف بنعالج بيه بعض الأمراض الجلدية سقليل سقليل دي كلمة لغة عربية ستلوع الصمت بعض الزوائد الجلدية ما حول العين ما حول المطقس التنسوية بيه احيان كمان عدوى فيروسية هيمان باب اللوما فيروس ده كله بيأثر على يعني له شكل أمراض جلدية بنعالجها بيها بالليزر جراحيا بعض الحاجات الجراحية برضو بالليزر فالليزر في كل حاجات بينتشيل بيه بقى طبعا التاتو يعني بعد الأورام الصغيرة يعني فيه مثلا حب الشباب مثلا حاجات جلدية فيه حاجات مثلا يعني فيه حاجات بتبقى فتحة قوي أو غمقة قوي الحاجات دي بيعالجها بيه طبعا حب الشباب إذا كان أكتب أو حتى ما بعد حب الشباب إذا كان فيه مسامات أو أثار حب الشباب أو ألوان أو نمش أو التصبغات ما بعد حب الشباب أو أي التهاب يعمل بعد التصبغات أو أحيان بيبقى فيه زي كيلويد يعني تفاعل الجلد يعني زي الناس اللي بتصلي يحطل علىها زيو بيتصلي ساعات تبقى كبيرة شوية يعني بنقول لهم يصلي على حاجة نعمة ما هو احنا كنا نصلي على حاجة خيش نتبهن علامة الصبغة هي علامة حلوة على فكرة بس بعد الناس تقى ساعات كبيرة شوية كده ده بيتشل بالليزر الزويد الجلدية اللي في أي منطقة في الجسم تتشل بالليزر زويد العدوة الفيروسية اللي هي بتبقى شوية زي الورم كده أو في الساقين أو في القدمين أو في الإيدين أو في أي حاجة ده كله بتشل بالليزر أسهل من الجراحة وأسهل من الكي التقليدي وما بيبقاش له أي أثار جانبية لا يعني حاجة تقنية سريعة وسهلة جدا فالتجميل بقى يعني كل حاجة بقى يعني بنعالج بيه التجايد البسيطة بنعالج بيه نظرة البشرة شد الوجهة بنشد الجفون بالنوعيات معينة من الليزر بنورد بيه الشفايف فحاجاته كتيرة قوي الليزر مش رابع يعني لازم فيه نوعيات كتيرة في العيادات كمان لأجهزة الليزر متعددة بالإضافة إلا كمان إزالة الشعر طبعا بالليزر ده طبعا الحاجة للناس كلها عارفها آه إزالة الشعر طب فيه بعض أماكن بتبقى حساسة في مناطق معينة بتبقى غمئة علامات معينة في بعض الملابس الداخلية بتبقى غمئة هل الليزر بيساعد على أنه يضيع تماما؟ آه طبعا الليزر بيساعد بكذا تقنية يعني بأجهزة معينة مش كل الأجهزة طبعا بتفتح اللون لكن طبعا الليزر بيساعد في تفتيح اللون بيعالج هالرجال النمش ده ما بتعالجش خلص غير بالليزر مهما الناس حطت كريمات وحاجات مثلا النمش ده نوع من أنواة تصبغات نتيجة الشمس نتيجة دعام الوراسية نتيجة حبوب مانا حامل نتيجة تكرار حامل وولادة النمش ده علاجه الوحيد الليزر يعني أي كلمات أو أي حاجة ما بتنفعش التصبغات بقى في المناطق الحساسة في المناطق داخلية في الجسم طبعا الليزر بيساعد كتير جدا جدا ما بيسببش أي مشكلة يعني ما باش في لها أعراض جانبية تأذي ولا حاجة طبعا كل حاجة بيستخدمها البشر بيستخدموها ممكن تحمل طبعا أعراض جانبية أو أثار جانبية مش كويسة بس على حسب مين اللي بيشتغل بجهاز الليزر مهما بس جهاز الليزر ده جهاز خطير جدا يعني لا قدر الله لو تستعمل غلط غلط احنا يعني من أول البركوشنز الاحتياطات اللي احنا بنعملها غرفة الليزر شكلها إيه اللي بيشتغل عامل إزاي المريض أو ما بيدخل لازم يلبس مدارات معينة بنشتغل فين في كل حتة بتركيزات معينة بأشعة الليزر ده أشعة قوية جدا وخطيرة يعني نقدرش نوجه أشعة الليزر على العين يعني بعد الشعار علينا كلنا حاجة فهو لازم بقى فيه بريكوشنز عشان نتجنب طبعا يحصل أصار مش ضريفة يعني وهو دوت يمكن اللي كنا عايزين نقوله إن مثلا في بعض عمليات يعني ممكن تفشل في الليزر فهل دوت من الطبيب أو من طبيب بغير متخصص أو حاجة زي كده أكيد طبعا يعني هو الناس كلها عارفة مثلا زلت الشعر بالليزر إن دي عم حاجة سهلة لا طبعا هي مش سهل حتى لو نتعامل مع الشعر لجدرها حاجة بسيطة كده لا طبعا لازم نشوف لون البشرة نوع الشعر نوع المريضة اللي قدامنا الجهاز التبريد اللي بنستخدم ونوع الشعاقة اللي طالع من الليزر يعني عندنا ثلاث أنواع مثلا في إزالة الشعر ثلاث أنواع للليزر بنحدد كل نوع على حسب نوعية البشرة واللون والشعر اللون وإيه بالزبط عشان نقدر نختار لو اخترنا غلط ممكن المريضة مش مريضة طبعا ممكن يحصل حروق مثلا بعد الشعر في حالات كده حصلت ممكن أثار جانبية ما تبقنش بعد كده بدل من نشيل الشعر نزود الشعر بنعمله واستحساس أكتر بالليزر لأن شواء الليزر كان طالع ضعيف مثلا ففي منطقة ما كانش فيها شعر نتيجة أن الليزر يتوجه غلط يطلع الليزر في منطقة ما فيها الشعر يطلع زيادة فمش أي حد طبعا لازم دكتوره لازم يكون فاهم ولازم يكون عارف كويس قوي المشين اللي في إيده أو الجهاز اللي في إيده ده أنه هو خطير جدا لازم يتعامل معاه بحرافية طبعا كويس يعني هو اختيار الطبيب زائد الجهاز المستخدم الحديث هو اللي ليه دور وعامل وقت أكيد طبعا حضرت جاتش في حاجة اسمها يعني ما كنا وصلنا لانو ليزر في حاجة اسمها بيكو ليزر بيكو ليزر ده كمان بقى يعني تخير حضرت ده نوع يعني ليزر سريع جدا مفروض ما بيثبش أثار يعني تطورات الليزر سريعة جدا فهو إحنا ما نتخيل يعني فهو طبعا عن حسب نوع الأجهزة والدكتور اللي بيشتغل بالجهاز ده كلام جميل طب في حاجة هل يا ترى زي ما بنسمع كده ممكن إزالة الشعر في حاجات تخلي الشعر ما يطلحش تاني ولا هي أجهزة الليزر كلها دايما نقولش حاجة في حاجة مية في المية لأن احنا نمو الشعر مرتبط بحاجات كتير أوي يعني مرتبط بالمرحلة العمرية مرتبط بالهورمون مرتبط بالغودة يعني نشاط حتى الغودة الدرقية شغالة مشغالة فإحنا بالحالة المرضية عموما للجسم فهو الليزر هو التقنية بنسميها بتقلل نمو الشعر بس مع التكرار للجلسات أكيد الشعر بيبتدي يخلفه خالص يعني لا يقارن بالأول وبعد فترات بقى مثلا سيب بعد سنة سنتين بعد خمسة وبيختلف من وحد لحد ممكن نعمل جلسات زي منتنانس كده طبعا بيشيل نسبة كبيرة جدا من شعر ممكن تسعين تسعة وتسعين على حسب كمان كل واحد والتاني مش كلنا زي بعضين طيب يعني عايزين نقول هل الليزر ممكن يغير المرحلة العمرية يعني أننا في مناطق كدهوة عند العين في الجسم في الحاجات زي كده الكلف الكلام دهوة البطن الكلام ده كله يغير لا هو طبعا الليزر لو حد عنده تجاعد بسيطة بنعالج البشرة فهتبق دايما فيه نضارة وفيه شد البشرة بالليزر بعض الحالات يعني هو لازم الدكتور يعمل سليكشن اختيار كويس للحالة والجهاز اللي هنستخدمه عليه فاحنا مثلا لو عايزين دايما ريفرشمنت ونضارة بنعمل جلسات على أجهزة الليزر بنعمل تأشير بأجهزة الليزر بنعمل تفتيح بأجهزة الليزر بالنسبة للبطن علامات التمدد أو ما بعد الحمل أو ما بعد النسف بتعمل ريجيم وتبقى تخينة وتخس وتخس وتزيد أو اللي بياخد بعض العلاجات بيحصل حاجة اسمها استرايا أو يعني تشققات البطن مثلا بعد الحمل وزيها اللي بعد الخسسين آه طبعا الليزر بيعالج الحاجات دي يعني نسبة العلاج فيها ما بتبقاش حل وقوي بس أحلى نتائج اللي بتيجي مع الليزر الليزر احنا يعني بس ده طبعا تخصص جراحة أكتر عمليات الشفط كانت عملية الشفط الأول تقليدية بيبقى شفط بأجهزة عادية بعد الآن الشفط بأجهزة سمارت سمارت يعني بالأول بيحصل بيه شفط بالليزر يعني بينكسر الخلايا الدهنية بالليزر وبعدين يتم شفطها بس الدهنة بتطلع دي ممكن باش تحقن في أماكن أخرى لان بعض الناس بتحب تحقن مناطق تانية الليزر كمان بنستخدمه يعني فيه بقى بعض أنواع الليزر الجديدة بقى دلوقتي كمان اللي هي انفيزيف يعني بندخل بيها زي سدن الإبرة كده وبنعمل بيها شد للبشرة من جوة كأننا بالضبط عملنا شد بإبرة مثلا شد أو حاجاني ما بقيتش عمليات الجراحية لها نفتح دم الودن أو خلفها هي البروتوكود دلوقتي دي اسمها في الآخر عملية ومخدر لا بقيت عمليات الشد البشرة والنضارة وأن احنا دايما نبقى شباب بالليزر أسهل كتير كونتورنج جسم طبعا أجهزة السليمينج كمان بقيت بالليزر في حاجات ليزر يعني البارد والليزر الحار وبيبقى كله أغلبه ليزر حتى الأجهزة الجديدة بتاعة الشهد الهايفو هي مش ليزر بس كلها بتعتمد على أنها دخل طبقات الجلد أجهزة كلها خارجية لكن بتشتغل داخليا على الجلد ده كلام جميل عايزين نقول أن الجراحة في حكاية السمنة الشفت والكلام ده اللايزر وبعض الحاجات اللي حراتك بتعمليها الحديثة هي بتعالج ممكن إنما شلكلة في الحاجات اللي هي مثلا مع تقدم السن مثلا مع حب الشباب عايزين نقول لحراتك أن طبعا أكيد الناس منتظرات انتظار كبير جدا طبعا أنت عندك المركز دكتورة نانيس دكتور نانيس كلانت أيوة مكانه فين برضو عشان الناس تبع عارفة هو في الحي الثامن سبتة اكتوبر الحي الثامن على المحور المحور جبال عبداليس عند مستشفى الزهور عند مستشفى قدام مستشفى الزهور طب إيه أرخص عمليات اللي هي ظهر عشان الناس برضو تبع عارفة أرخصهم إيه بصلا حضرتك هينفيش حاجة اسمها أرخصهم وأغليهم يعني ما يعني إحنا طبعا عاملين عروض دايما إن شاء الله على حسب إحنا بنشتغل إيه يعني لما هشيل حباية أو سألولة دي حاجة بسيطة أو سكين تاجز يعني دي هتبقى حاجة بسيطة سهلة جدا تأمل بالضبط ممكن ثلاث دقايق غير لما هنشيل مثلا عشرين زايدة جلدية وما ننساش برضو أنتو بتعملوا تقريبا حاجات الشعر والحاجات دي كل حاجات فأنا يعني مركز متكابل إن شاء الله يعني العروسة تدخل تطلع عروسة برا وعندنا عيات الأسنان كمان متميزة جدا وعندنا أجهزة ليزر كمان يعني الأسنان طبعا طبيض الأسنان الزوم وجهزة الطبيض يعني دي كلها ليزر تقطيع اللاستة بعد بنشيل حتى ممكن حشوات العصب الكيرز التسوس والحاجات دي علاجات ليزر يعني داخل الفم كمان يعني بس مش الجلد بس لكن كمان أسنان احنا عندنا عيات الأسنان متميزة جدا برضو إن شاء الله طبعا ومنسبة الأسنان الشفاف بتشتغلوا فيها كل حاجة بتشتغلوا فيها اللي عايزة تبقى عروسة تجيء لمركز دكتورة نانيس كيلين يا أهلا وسهلا بالنسبة للشفاف والأسنان يعني أو الفم والأسنان أو شكل الوش كله مع الأسنان احنا كلنا يونت واحدة احنا بنكمل بعض كلنا في كل حاجة الجسم كله كمان يونت واحدة احنا بنعالج طبعا الابتسامة اللاثوية دي نصها عند الأسنان لو هي زيادة أو الحالة محتاجة أنها تعمل تقويم بتدخل تعمل تقويم طبعا أنا كدكتور جلدية بقى بعمل الابتسامة اللاثوية دي إذا كنت بعمل فلر للشفاف نعيد رسم الشفة تاني ونخلي اللاثة تضغطة أو بنعمل كمان حقن بوتوكس بحيث أن ننزل الشفة شوي لما بنبقى مع دكتور الأسنان ودكتور الجلدية بنقترح على بعض أحيانا الناس اللي عندهم مسافة دي طويلة شوية أنا بحقينها فلر أحسن لما بتبقى قصيرة بدي بوتوكس هو الدكتور بيعمل لها إذا كان تقطيع اللاثة لو كانت لستها مش مزبوطة أو بيعمل لها يفضل يقولي لا نعمل تقويم الأول عشان نزبط شكل الشفاف طبعا توريد اللاثة وتوريد الشفاف توريد اللاثة عن دكتور الأسنان توريد الشفاف عندنا إحنا في الجلدين رسمة كمان الفك يعني أحيانا بيبقى الفك فيه عيب وصاحبته مش هايزة تعمل كمان تقويم مثلا يعني هو طبعا أفضل المهم إن كنتم بتتصرفه بنتصرف بالسيلر بنعمل نبرز ده شوية علشان يبقى الشكل هنا كويس ساعات نرفع الأنف شوية علشان الشكل الفم يبقى كويس فهو إحنا يونت يعني وحدة متكاملة إن شاء الله إن شاء الله وبنفكركم إن الدكتورة دانيس أحمد رقفة استشاري الجلدية والتجميل والليزر بتقول لكم بمناسبة وجودها 15 يوم في مصر الاستشارة مجانا سعداء بيك يا دكتورة إن شاء الله تبقى معنا الحلقة الجاية ولا إيه أنا لقى سعد لأ هكون مصفرة هتكون سفرة إن شاء الله لما تيجي المرة الجاية هتكون معاكم شكرا يا دكتورة شرفنا بيك وشرفتينا وأسعدتينا وأسعدتي المشاهدين أنا أسعد أنتوا اللقاءتوني وشكرا لقائكم ومرسي شكرا صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين بعد الفاصل معانا النائبة الدكتورة شادية سابت تعدوا مجلس النواب انتظرونا بعد الفاصل قرؤ شغل مشاشما